سلام لبنات ومرحبا بكم في قناة ام تاميم ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبخير وعلى خير انا الحمد لله في نعمة اليوم ان شاء الله جيتكم بروتين فيه الطاقة الايجابية رح نشارككم كامل تحضيراتي للعيد ان شاء الله على بلي بلي غبت عليكم وتوحشتكم بالبزاف وانتو ما قولوا لي الى توحشتوني عندي شحل ما صورت لكم شاء الله بلكم مدل عشرية من الاخرى تعرمدان صدقوني لبنات عييت بالبزاف ما كنت قادرة مانبا نصور لكم هكا فيديو فيه الطاقة الايجابية كيما ما ماعرف المهم هنا يا الفيديو تعنا تنهار اليوم كنتكملت الحلوة تاعي كنت شاركتكم كامل لوصفات درت هادو ما لسيقاغ تاع الفيريرو هادو تاني حلوة تجي تدوب في الفم قادتو ساك بزاف بنين درت لو برك هادو كلي زيكزاغ من فوق بشيكولة وهادو حلوة تاع الماكسون تاني تجي بزاف بنينة وقدمها قعدت زادت ولا تطرية والصاب لي غاني عن التعريف هو سلطان الميداء في العيد لازم نديروه وهادوة الجلجلانية تاني تجي مع السلا وتجي ببنينة مشربة من الداخل هادو هادو هما الانواع لي درتهم هنا يا زدرت لقريوش بصحة ما شاركتكمش في الوصفات اوبسك اول مرة نجربو لبنات وجاني بزاف هايل ان شاء الله همر العيد نعاود معاكم الوصفة ونشرح لكم بالتفصيل الوصفة وهكا باش يدرغب لجامي درتو ولا تتعلمو هنا يا قلت انا كملت كملت الحلوه ولا غير ندير لي باغه هكا في البوات باش كل واحدة نمدل ها حقها ولا اااااااا يعني ينهار العيد هادوك الطبسي ولا هادوك الحق تعلقاتو دايما لازم نخرجه يا لو كان ساداقه نشفا كانت الامتا عيربي رحمها تقولنا لازم هدوك الطبسي تعلسس لننوه نهار العيد لازم يخرج تعال حلوة هنا كانوا عندي ليبوات قلت نبروفيتي ندير كل وحدة يعني فيها زوج حبات من كل نوع هكا باش نهار العيد ان شاء الله نلقاهم واجدين ونصدقهم ولا نمدهم للجيران ولا الى يعني ان شاء الله كانوا ما داروناش الحجر الصحي الشامل هذا ولا الكامل ولا كفاش يقولولو نخرجوا وندو للعائلة والاحباب هاي لك البنات كنت نحكم كل باطة وندير فيها زوج حبيبات زوج حبيبات من كل نوع لابلكم بلي هاد ليبوات سبخاتيك خير من اللي تمدو في طبسي ولا اليومينيوم وبعدا هادك الطبسي تقعدو تسنا وبشي يرجعو لكم وكامل من الاحسن هكا هاد ليبوات حاجانقية وكل وحدة تدولها للابوات تاعها ان شاء الله هربية يرفع علينا هاد البالاء ونولو نخرجو ونروحو للأحباب ونروحو للأقارب هاي لك انا كملت كامل اللي بوات اللي كانوا عندي وحطيتهم تكوتي وهنا يا حبيت نشارككم فهاد الماسك للشعر اللي يجي بزاف هاي اللي بنات يعني يرجع لكم شعركم خفيف ونضيغي ريشة وما فيهوالو يصلح بزاف للشعر اللي ماشي مسبوغ لبنات نسحقو فيه صافر بيضة مغرفة كبيرة تاع خميرة تاع الخبز وزوج مغرفة زيت زيتون كي ماشتو انا راح ندير له هاد البيو دام ولا هاد الابخي شامبوان هاواي هاد مكاش لي ما يعرفوش وحتى السعر تاعو في متناول الجامع كامل يقدرو يشروه يدير وقيلة 12 نالف ولا ولا بهلك مانبا والله ما على بالي انا راح ندير منو كمية اللي تساعد شعركم ذوك هنا ياكل وحدة وطولة تعشعرها لما عندهاش هاد البيو دام ولا هاد الابخي شامبوان تعاوضو بالياوخ طبيعي تدير علبة تعياوخ طبيعي و تضيف لها هادوك المكوينة تعلا بيكم للسافر البيض بزاف يغضي الشعر ويرطبو ويمدلو يعني تغضية يرجعو لكم صحيح هنايا خلط كامل المكوينة التوعي نخليهم يتفاعلوا شويا نخلي هديك الخميرة تطلقى المفعول تاعها نخلي يعني كامل المكوينة يتجنسولي كيما راكم تشوفو هاد الماسك هاي لهاي اللي بنت ننصحكم تجربوه صرتوها كاف العيد وحدات تديرو يومين مقبل ولا وتخلي شعرها كي تنفس باش كي تديرو بغوشينج ولا تتجبدو وتطلقو يكون شباب وهاد الوصفة ماشي غير في العيد ولا مليح الوحدة تتهلى فرحها كل سمانة تديرها كل 15 يوم تدير وصفة هكا اللي تغضي الشعر هاد الوصفة الطبيعية بزاف بزاف مهمة لشعرنا كيما للشعر والوجه تاني هنايا خليتها تفاعلت هادوك القطيرات اللي قاعد وقتلهم الله ما خليكم غير نحيكم نحيتهم كامل ونخليها تتفاعلي واحدة ربع ساعة ونعاود نولي لكم كيما قلت لكم هاداك البيودام اللي ما عندهاش ولا هاداك الابخي شامبوان هكما تقدر تعودو بلياوخت طبيعي هيمدلها نتيجة احسن من الابخي شامبوان لبنت انا مالفان ديرو بلياوخت طبيعي يجيب الزاف هايل ومدلي يعني نتيجة احسن بعد ما اتفاعلي جبت هنا يا سيلوفان وهداك الابوني تعلق ماش ولا اللي ما عندهاش تقدر تدير سربيتا حكمت هنا سربيتا درتها على ذهري هكا بش منوصخش تريكولي كنت لابساتو هكا بش تجيني الحالة انقيقية وحكمت هاداك هاداك الماسك اللي درتو نقعد نرفد بيدي ونواسي في شعري لبنتي الطريقة كيفاش ديرو في كامل لغاسين اقسمو يعني بالجزء وبدهو تديرو في لغاسين في لغاسين هو من الاحسن تديرو غير في لغاسين يعني مل تحتها كامل ما تديروش بس لغاسين هيلي مهمة وهيلي لازم نغدوها كي ماشتو قعدت النابلي كيفيه هنا بلي كيفيه بشوية بشوية كي ما كي ما راكم تشوفو حتى كملت كامل شعري بعد ما كملتو لميتو ودرتلو بابي سيلوفان من الاحسن ديرو السيلوفان بس قصاشي يجي كبير يعني ما يلسقش على شعركم السيلوفان راح يلسق على شعركم يولي لكم كل ماسك من بعد درتلو هاداك اللي بوني تعلق خليتو مدة عشرين دقيقة وخصلتو لبنتو وش نقول لكم مدلي نتيجة هيلة هيلة حسيت شعري يعني خفيف وتغضى ولا اشباب بالنسبة الوجهي هنا كنت ندير فتح ديرات تراما لالعيد درت شوية على زيت زيتون وشوية على القارس مغرفة ولا زوج مغرف كبار تاع القهوة هادا قوماج لبنت هاد القوماج بي نستعملو نستعملو في كامل الحمي وفي وجهي تاني بالبزدف رح يقومي لكم كامل وجهكم وحتى في شواربكم انا في شواربي تاني نقومي به وهدك اللي تقعد لي شوية نديرها فلاب غوصادو ونحك بيها سناني صدقوني تمدلكم واحد لبايض روعة روعة القهوة بزف طبيعية الفمس يخطو مع زيت زيتون والقارس بعد ما قدرت لوغوه ماج وخصلت كامل وجهي ونقيتو رح ندير اي بيلاسيان انا ما عنديش شعر بزف في وجهي اللي عندها ننصحها بهدية فات هادوك اللي بودغ هادوك تاني ملاح انا نستعمل فات بصح نستعملها غير في حواجبي البنت نتراسي بيها هكا حواجبي باش ما نلقتكم نلقتها مش على بلكم بلي طلقت حرام وماشي ملاح نستعمل هاد الطريقة نحكم كوتانتيج ندير في هادي كلفات ونطرسي كامل حواجبي هكا باش نحي هادك شعر زايد اللي يكون في الحواجب هادك يقلقنا هادي هي الهنا اللي عندها يعني شعر في وجهها ولا تستعمل هادي لعصيغ تاني ملاحة راهم يتبعدوا كاشكال والوان في الحوانة انتي ودراهمك انتي وش حبيتي انتي وش يساعد وجهك يعني ما تحملش لعصيغ يعني ما تحملش هادي كلاب وضغ كل واحدة وش يساعد وجهها انا هنيا قدرت فات وش نقولكم نتنحي حطها وان بلوس طرسي الحواجب بزاف اللي ما تعرفش تلقت في الدار ولا ننصحها تديرها هاكايا بالكوتانتيج خير من اللي دوكا ما كاش الحفافات ما كاوالو خير من اللي تقعد هاكاك هادي هي بعد ما كملت البنات به هاديك فات هنيا وش درت راح ندير ماسك يبيض ويمدلكم واحد النظارة لوجهكم ديجا كنت شاركته معاكم وكنت وريته لكم يعني قدامكم وماكا خسلتي ديجا قدامكم وشفتوه يبيض روعة روعة عندي هنا كمية عالحليب معا كمية عشوفان كل وحده تدير الكمية لي تساعدها لحسب الجسم تاها وعلى حسب وش راهي حبط تدير كامل درت كمية عالحليب كمية عشوفان رقائق هي من الاحسن غبرة ما كانش عندي درتها رقائق معا عصرات عقارس انا هنا كنت ندخلها للميكخونت هكا بش يدوب لي مليح هدك شوفان ويطلق لي كامل هدك هدك الرغاتاء وللغراتاء لي ما عندهاش ميكخونت ولا تديرها فيه كسرونة فوق النار تقعد تحرك حتى تحسوه بلي طلق كامل هدك نشلي فيه هاي لك البنات شوفو يطلق واحد الماء يولي كي سكوتش كيما نقولو تم ترفدوه وتبدو تابليكيوه على كامل يديكم ولا على وجهكم وتحكوه شوية مش تحكوه يعني بزاف غير شوية صرتوه في المناطق اللي تكون كهلة هنا تقدرو تستعملوه في اي يعني منطقة في الجسم اللي بنات حيمدلكم طبيية تفوري انتو ما غير تغسلوه منو تمسحو راح تحسو بهديك البيوضية في يديكم ولا في الحمكم هاي لك هنا قعدت نحك فيهم هكا غير بالعقل صرتو وينادوك يعني وينادوك الصبعتين يكونوك حولة وكامل باش يمدلي نتيجة شابه نخليه حوالي عشر دقائق اربع ساعة راح تحسوه بداي ينشف يولي يابس عليكم اخسلتو ورغونتو بالصابون وشوفو النتيجة اللي يمدها لي هاي لك البنات النتيجة قدامكم يديكم يولو يشعلو بينسوق بعد ما تديرو لهم القوماج بعد ما تديرو لهم يعني التقشير وكامل تديرو هاد ليو ماسك هاد ليو ماسك ديروهم على الاخر كامل راح يمدلكم بيوضية ما شاء الله شوفو البنات سختو سختو في الوجه ينحي لكم هدك الكلف يمدلكم اشراقة رائعة هادي هي بالنسبة للتدبير هادية ولهاد الحاجة بزاف مهمة هنا راح نعقم معاكم كامل اللي بغوص توعيل المشاطي تاع السيشوار المشاطات التاميم يعني كامل اللي بغوص اللي نستعملهم فلاص على الدربة ولي نمشطبيهم شعري دايما على بلكم اللي يتوسخو يلمو بزاف الجاراتين يولو فيهم ادوك الزغب هادا كليك فشو نقولو يولو فيهم كالصوف لازم نعقموهم اللي بنا تسختو سختو الشعر تاني تاع الاطفال يلا عندكم اطفال يقراو هادو كامل لازم تعقمو لهم لبغوص توعهم انا هنا وش ندير هادي طريقة امي ربي يرحمها ندير ما يغلي ما سخون ندير فيه شوية تاع الخل و لا بيكاربونات و نحط لي بغوص توعي فيه نخليه مدة حتى تحسوا بلي هاداك الماء بده يبرد يعني يبرد كامل تماما تحسوا بلي هاداك الاوسخ كامل تنحات في هاداك الماء وشو نقول لكم يولو اجدد انديري اجدد هنا بعد ما برد لي كامل شوفو يبدا يتنحى منهم الشعر انا كنت نحيت لهم هاداك الشعر الكبير سين ورمال قبل ما ندخلهم في الماء من بعد هاداك الصغير و هاداك الرقيق اللي ما تقدروش تجبدوه يتنحى في هاد الماء بكل سهولة هنايا نبدأ نحكم يعني ككل سلاكة و نمشط بيها هادوك اللي بغوص هكا بش نحي كامل هاداك الشعر زايد و شوفو لبنة الماء كيف شراهوك حل هادا الطريقة يعني لازم كل وحدة تديرها في دارها صرتو تعال اطفال اللي يقروا في الكخاش ولا اللي يقروا في المسايد على بلكم كاين برا يعني الامرات كاين الحشارات كاين من الاحسن تقوموا بهاد العملية يلو كان خطرة في الشهر انا ما نقول لكم شعني نديرها كل كل سمانة ولا كل 15 يوم بالصح كل ما نشوف لي بغوص تواعي توسخوا و لا فيهم هاداك الزغبة هاداك ندير لهم هادا الطريقة شوفوا لبنة الماء اللي خرج منهم يخرج ماء بزاف مدود معلو الميبان والكمش باللي مدودين بصح كي تديروا هادا الطريقة راح تحسوا باللي تنقاو و ولو يشعلو بعد ما نحيت لهم هاداك بيكاربونات والخل ندير لهم رغواء بالجلدوش اللي بنات هنا ببالك وتستعملوا لوت جافال ولا تديروا شوية على الامو ولا هاداك الفيريت على الماعن يعني الايزيس لا لا اللي بنات ما تستعملوا حتى بخدوا شي مكتاع الكوزينا استعملوا يكون جلدوش ولا شوية الشامبون ولا الصابون هكا الحاجة اللي تكونوا تستعملوها في الحمكم هادي هي شللتهم كامل رغونتهم نحطهم ينشفو و نديرهم في سليلة تاعهم هادي هي اللي بنات كانت الفيديو تاعنا لنهار اليوم بقالي غنقول لكم تهلاو فيروحتيكم تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله سلام شكرا شكرا